كورونا في سوريا يشعل معركة المعابر في أرويقة مجلس الأمن من جديد بمشروع قرار يدعو إلى ضرورة عبور مساعدات أكبر إلى البلاد لمكافحة الوباء مشروع القرار صاغته ألمانيا وبلجيكا ويشدد على أن 11 مليون سوري بحاجة إلى المساعدة وأن تفشي كورونا يستدعي استخدام كل الوسائل الممكنة للوصول إلى المحتاجين ومن شأنه تمديد الموافقة الخاصة بمعبري باب السلام وباب الهوى شمالي غربي سوريا مع تركيا لمدة عام التي تنتهي في العاشر من يوليو كما تطلب المسودة الموافقة لستة أشهر بالنسبة لمعبر اليعروبي الحدودي مع العراق شمال شرق سوريا وذلك بناء على تقييم تجريه الأمم المتحدة لتأثير فيروس كورونا في سوريا ويحتاج تمرير القرار الأممي إلى تأييد تسعة أصوات من المجلس وعدم استخدام حق النقض الفيتو وهو ما فعلته روسيا مطلع العام الجاري بعد جولة عنيفة من الصراع على المعابر تزامنا مع تفشي كورونا وانتهت الجولة برفض موسكو وصول المساعدات عبر معبري الرمثة مع الأردن واليعروبي العراقي الذي تقول الأمم المتحدة إن إغلاقه قلل المساعدات بنسبة 40% فيما تعز روسيا رفضها إلى أن عبور المساعدات ينتهك السيادة السورية على سرحان العربية